ربما يكون هناك شخص آخر ربما يقول لك أنا أحترم الرأي الآخر أنا لا أحترم من لا يحترم إرادة الشعب أنا لا أحترم من يقبل بالانقلابات العسكرية أنا لا أحترم من يرى أن الذي حدث هو فقط توقيف مصار انتخابي أنا لا أتحدث عن هذه السيدة بالمناسبة أتحدث على أي كان لم يحدث توقيف مصار انتخابي الدليل تجميد الدستور الدستور الذي هو عقد اجتماعي بين الجميع بين الحاكم والمحكوم تم تجميده تم إلغاءه يعني ألغي دستور 89 الدليل أن الشادلي بالجديد اللي كان يوم 23 ديسمبر في ندوة انتخابية مشهورة دامت حوالي ثلاث ساعات يقول أنا منش مستعد نترك منصبي بأي حالة من الأحوال لأن الشعب الجزائري انتخبني وسأستمر تم الإطاحة به وقبل فترة كان الزري يقول إحنا كتبنا الرسالة حتى أويحيا يقول له انترك تكسرنا في الفروباغاندا قال لي عملناها وراك تقول باللي تم انقلاب اسكت علينا وهلي ذلك حبوا يسكتهم يعني هذا من بين الأسباب والدليل أن الشعب انتخب خلونا من الجبهة الإسلامية أنا لا يهمني إذا كان الجبهة الإسلامية التي فازت أو الجبهة العربية أو الجبهة البربرية أو الجبهة الشيطانية أنا يهمني ماذا اختار الشعب لماذا يخرج علينا اليوم رئيس وزراء عمره 48 سنة في قمة شبابه في قمة عطاءه في قمة أداءه في قمة إخلاصه لوطنه ويستقيل في حين أن حتى خصومه طالبه لا يستقيل بوريس جونسون وهو أكبر خصومه داخل الحزب وأكبر خصومه داخل هذه المعركة طالبا لا يستقيل مع ذلك يستقيل يقول أن الشعب استفتها في اتجاه يختلف مع رأيه لماذا تقوم كل النخبة المعترضة بشدة والغاضبة اليوم بشدة لكنها في العلان تقول سنحترم إرادة الشعب مع أن هذا الشعب الذي يختار لهم من الأغنية ولهم من المثقفين ولهم من الطلبة ولهم من الأحزاب السياسية وإنما هو الشعب العادي الضايع في الكونسل ستيتس يعني في البلديات وهو ربما بالمقارنة طبعا كما هو كانت تصويت عقابي للسلطة للسلطة على قضية الهجرة أساسا قد نقارنه بالجزيرة يعني كما يرى البعض وقضية الهجرة أساسا كانت هناك قضية فهذه المشكلة لدى بعض نخبنا أنهم يبررون وثم تنفرقوا ما بين مرسي وما بين حدث هذا القلاب وهذا انقلاب وهذه واحدة أيضا من الإشكالات التي تطرع عند بعض الناس يقول لك لا والله في مصر مختلف ما الذي مختلف؟ عسكر قاموا بالانقلاب على إرادة شعبية صحيح أن هناك كان رئيس لكن هنا أيضا كان ممكن نتجه إلى ذلك الإشكال الأكبر هو وين؟ الإشكال الأكبر والأعمى هو أننا لم نتعلم من 25 سنة من الضياء 25 سنة من انهيار البلاد 25 سنة من انهيار مؤسساتها 25 سنة من تشرد الناس 25 سنة من البطالة ومن الضياء ومن العنوسة بعد دخول ألف مليار دولار إذا لم نتعلم من ذلك وناتي بعد 25 سنة ونقول أنه كان صحيحا فهذه صراحة ليس لدي أي احترام لهذا الرأي وسأعترض عليه مادم تحية ترجمة نانسي قنقر